في المستهل ترأس سيد عبد المجيد تبون رئيس والجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين يتعلقان بتحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة والتسير المساحة الخضراء وحمايتها وتنميتها بالإضافة لعروض تخص النهوضة باستراتيجية الصناعات الكهربائية والتشخيص المتعلق بالمياه الصالحة للشرب لولايات الجزائر وهران قصنطينا والمدينة الجديدة لبوغزول وبعد افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهورية والاستماع لعرض الوزير الأول عن حصيلة نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين قدم السيد والسيطة الجمهورية تقريره الدوري حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة خلال الأسبوعين الأخيرين جاء فيه ما يليه رفع القيود عن 813 مشروعا استثماريا من بين 915 مشروعا محصن أي بزيادة 39 مشروعا مقارنة بالوضعية السابقة ما يعني بقاء 11% فقط من المشاريع العالقة قيد المعالجة دخول 554 مشروعا استثماريا حيز الاستغلال بزيادة 57 مشروعا إضافيا جديدا منذ مجلس الوزراء الأخير الذي وصل فيه العدد عند 497 مشروعا سمح ذلك بخلق 2169 منصب شغل جديد ما يرفع إجمالية المناصب المستحدثة إلى 32302 على أن يبلغ 50071 منصبا بدخول كل المشاريع التي رفعت عنها القيود حيز الاستغلال وعقب هذا العرض وجه السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجهات التالية بخصوص تحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة أن يتضمن مشروع القانون قطعة تامة ونهائية مع كل التناقضات والممارسات التي عرفتها الجزائر في العهد السابق للمرور بنجاح إلى مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة جذريا توفير كل الشروط التنظيمية والمؤطرة لمختلف النشاطات باعتبار هذا المجال يعد عهدا جديدا في التعاملات والاسيما مع المحيط الافريقي وأسواقه إلاء أهمية قصوى لمحاربة حيل التهريب حفاظا على قدراتنا الاقتصادية خاصة في ظل التقلبات العالمية غير المسبوقة التأكيد والحرص على اليقظة واليقظة على التنفيذ الصارم لإجراءة منع تصدير المواد الغذائية الأساسية بخصوص عرض حول النهوض باستراتيجية الصناعات الكهربائية أمر السيد الرئيس الحكومة بإدراج ما ينص على ضرورة استعمال المنتوج الوطني من كل مشاريع الصفقات وخصوصا مع الأجانب أمر وزير الطاقة بمعينة وجرد كل واردات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وذلك بشروع الفوري في منع استراد ما يصنع وطنيا من المولدات والمحولات والكوابل وغيرها من تجهيزات ذات الجودة المطلوبة تشجيعا للمستثمر الجزائري أمر وزراء قطاعات الصناعة والتجارة والتعليم العالي بالتنسيق مع الوزير الأول لاستحداث مخابر تقييس ومرقبة للأجهزة الكهرومنزلية المستوردة التي تتسبب في كثير من الحوادث المنزلية الخطيرة والمستهلكة للطاقة بإفراد الترحيب بمبادرة جمع كل المتعاملين الاقتصاديين النشطين في مجال الصناعات الكهربائية والدعوة إلى تنظيم معرض خاص بهذه الصناعات لتعريف بها واستعراض فرص خلق شركات بينية لتطوير نشاطتها وبعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بتسير المساحات الخضراء وتنميتها أسد السيد الرئيس توجهته لوزير السكن والعمران حول عرض متعلق بالمدينة الجديدة لبوغزول كذا فيه أن تهيئة التحتية المنجزة بمدينة بوغزول تعد أفضلية تقنية لذا تستدعي تعميق الدراسة والتفكير في نظرة مستقبلية متأنية ولكن واحدة ومجدية لاستغلال نمثل المدينة قبل الشروع في تعميرها بمشاريع استثمارية بخصوص التشخيص المتعلق لمياه صالحة للشرب لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة لا يمر الأمن المائي في الجزائر إلا عبر تقنية تحلية مياه البحر لذا يستوجب على وجه الاستعجال الأقصى تسريع عملية إدخال المحطات الخمس للتحلية قيد الاستغلال وقف كل عمليات حفر الأبار لاستعمال المياه الجوفية في تموين شبكات التزويد حفاظا على المخزون الاستراتيجي للمنسوب الحالي وعدم تعريض الغطاء النباتي لأخطار بيئية التشديد على تسيير الأمثل لمياه السدود بشكل يحافظ على التوازن في التوزيع بين الولايات وقبل اختتام الجلسة صدق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء مهام وظائف عليا في الدولة انتهى إذن بيان مجلس الوزراء